الحزب المسيحي الديمقراطي الألماني حسم الأمر أرمين لاشيت زعيما جديدا له 521 صوتا من أصل ألف وواحد من المناديب تمت دعوتهم للتصويت كانت كفيلة بفوز أرمين أمام منافسيه فريدرش ميرتس ونوربيرت روتجن أعرف تماما مسؤولية هذه الوظيفة سأبذل قصار جهدي للسير معا خلال هذا العام والفوز بالانتخابات الإقليمية في غضون أسابيع قليلة فقط والتأكد من أننا سنفوز في الانتخابات العامة القادمة ومنصب مستشار ألمانيا الجولة الأولى شهدت تقدم فريدرش ميرتس ب385 صوتا فيما حصل لاشيت على 380 صوتا ونوربيرت حل ثالثا وبذلك انحصرت المنافسة في الجولة الثانية بين ميرتس ولاشيت قبل أن يتمكن الأخير من حسمها يعني أنا في توقعي الآن حزب الاتحاد المسيح الديمقراطي يجب أن يوحد صفوفه كما أنت تفضلت بخصوص أنه نقول الجناح المحافظ الذي كان يقوده فريدرش ميرتس الذي خسر هذه الانتخابات عليه أرمين لاشيت الآن أن يضم هذا الجناح إلى الحزب بشكل عام أرمين لاشيت الخليفة المحتمل لميريكل في المستشارية لكن قبل ذلك يتعين عليه انتظار تأكيد قرار فوزه برئاسة الحزب رسميا عن طريق التصويت عبر البريد لاشيت المعروف بتأييده لاستمرار سياسة ميريكل قال في خطاب ترشوحه إن مكانة المستشارة تختزل بكلمة واحدة الثقة ثقة يحتاجها كثيرا لاشيت في المرحلة المقبلة لترتيب البيت الداخلي في حزبه والاستعداد بقوة للظفر بمنصب المستشار الألماني يمان شواف قناة الغد برلين